حذر مسؤولون بالحكومة الأمريكية في إحاطات سرية لمشرعين بالكونغرس يوم الاثنين من أن مواجهة ثانية مع القوات الروسية وموجة ثانية أيضا من المحتمل أن تعزز الوضع العسكري لموسكو داخل أوكرانيا وسيتكون قادرة على التغلب على المقاومة الأوكرانية عن طريق الأعداد الضخمة التي سوف تصل وفقا لما نقلته شبكة سيان إن عن مسؤولين اثنين أو مسؤولين اثنين مطلعين وذكر المسؤولان أنه من المحتمل أن تفرض روسيا حصارا على العاصمة الأوكرانية كييف وتوقع أن تكون هناك مشاهد فضيعة للحرب داخل المدن وفدت وكالة الأنباء الأوكرانية صباحا اليوم الثلاثاء نقلا عن صور بالأقمار الصناعية بأن قافلة من المركبات العسكرية الروسية يقدر طولها بأربعة وستين كيلو مترا تتجبه نحو كييف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن لديه ولدى المواطنين أي سبب للقلق بشأن الحرب النووية وسط توترات مع روسيا وأوكرانيا ورد بايدن بلا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك أي سبب يدعو للقلق بشأن نشوب حرب نووية بين أمريكا وروسيا بعد الإدلاء بتصريحات بالبيت الأبيض وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وضع قوات الرضع في بلاده يوم الأحد بما في ذلك الأسلحة النووية في حالة تأهب قصوى مع تكثيف الدول الغربية للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وردت إدارة بايدن على حد كبير بتأجيج التوترات وصفة تصرف بوتين بأنه محاولة لتبرير المزيد من العدوان ولم تضع الولايات المتحدة قواتها النووية في حالة تأهب قصوى ردا على ذلك